استشهد عدد من الفلسطينيين اليوم واصيب اخرون بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على انحاء المتفرقة في قطاع غزة وقالت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال قصفت مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من مدرسة ابو عربان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة واوضحت ان طائرة حربية تابعة للاحتلال الاسرائيلي استهدفت ارضا زراعية في منطقة الزوايدة وسط القطاع ما ادى الى اصابة عدد من الفلسطينيين بجروح كما اصيب عدد اخر اثرى تواصل القصف المدفعي على عدة احياء وبلدات منها بيت لاهية وبيت حانون وشرق جباليا في شمال غزة